موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة أخبار السادسة من قناة عدن الفضائي أهلا بكم بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصر هذه رئيس الجمهورية برقية تهنئة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وذلك بمناسبة ذكرى يوم الجلوس في بلاده وعبر رئيس الجمهورية في البرقية عبر عن تهنئته باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التهاني وأطيب التبركات لجلالته بهذه المناسبة متمني له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق التطور والازدهار بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصر هذه رئيس الجمهورية برقية تهنئة لنظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا هنأه فيها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده وعبر رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التهاني وأطيب التبركات لفخامته بهذه المناسبة متمني له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب الجمهورية البرتغالية صديق التطور والازدهار بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصر هذه رئيس الجمهورية برقية عزائن واسائل الرصاص والحسين الرصاص كافة آل الرصاص عزاه فيها في استشهاد نجله مدير عام مدرية مسورة بمحافظة البيضاء محمد الرصاص على أيدي عناصر إرهابية غادرة وأكد فخامة الرئيس برقيته أن العناصر الإجرامية ستنانوا عقابها الرادع جراء هذه الجريمة الآثمة مشيرا إلى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وخدمة مجتمعه مبتهلا للمولى عز وجل لأن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان أشرى نائب رئيس الجمهورية الفريق ركن علي محسن الصالح اتصالا هاتفيا بمحافظة محافظة عدن أحمد سالم ربيع لنطمئنني على الأوضاع جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن واستمع نائب رئيس خلال الاتصال إلى موجز عن الحالة التي يعيشها أبناء المحافظة عقب سقوط الأمطار وما خلفته من خسائر مختلفة وجهود التي بذلتها قيادة المحافظة لإحتواء هذه الأضرار وتقليل الخسائر وأشدد نائب رئيس على بدل مزيد من الجهود للتخفيف من آثار السيول مؤكدا توجيه الحكومة للقيام بدورها في ذلك بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الربو مصور هادي رئيس الجمهورية باستنفار الطاقات وتوفير كل الإمكانات المتاحة وتهيئة الظروف الخدمات الأساسية من مرافق صحية وطرق وكهرباء وغيرها بما من شأنه الحد من آثار هذا الوضع وتقليل الخسائر قدر الإمكان من جانبه تطرق محافظ المحافظة إلى عدد من الاحتياجات الصعوبات والقضايا الملحة المرتبطة بتجاوز مخلفة الأمطار مؤكدا تضافر الجهود وتعاون مختلف الأجهزة الحكومية والمكاتب التنفيذية والجهات الداعمة للقيام بواجبها الأمثلة بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق ركن علي محسن صالح برقية عزان موسى إلى عضو مجلس النواب محمد الحزمي في وفاة شقيقيه إثر حادث مروري مؤسف وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والموسى لأسرة وقارب الفقه دين سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما الجنة ولهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق ركن علي محسن صالح برقية عزاء النواسى إلى خالد عبد الرحمن الرباعي وكافة آل الرباعي في وفاة المناظر محمد عبد الرحمن الرباعي الذي وفته المنية أمس السبت بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني وأشهد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية وإسهاماته البارزة في مقارعة الاستبداد والاستعمار والعمل مع شرفاء اليمن ومناضليها لتثبيت مداميك الجمهورية والدفاع عن أهداف الثورة وموقفه الواضح من الانقلاب الحوثي الإمامي على الشرعية واحتلال الميليشيا للمدن ومؤسسات البلد الرسمية وأكد نائب الرئيس بأن اليمن فقدت برحيل المناظر الرباعي أحد أبرز رجالاتها الصادقين وأحد الكوادر الكفة والنزهة والرموز السياسية الوطنية وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمؤساة لأسرة وأقارب الفقيد سائلا لله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وإسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان تابع رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك وبشكل مباشر الجهود المبذولة للتعامل مع الأضرار والتداعيات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة وتدفق سيول على عاصمة الماقة عدن في مختلف الجوانب وأجرى رئيس الوزراء اتصالات مكثفة مع قيادة السلطة المحلية والأجهزات الأمنية المختصة ومدراء المدريات في عدن ومسؤولي الجهات الخدمية للتعرف على الأضرار الأولية التي خلفتها كارثة هطول الأمطار الغزيرة والمستمرة بما في ذلك الخسائر البشرية والمادية وانقطاع بعض الخدمات وما يجري من جهود للتعاطي معها وفق الإمكانات المتاحة وشدد رئيس الوزراء على ضرورة مضاعفة الجهود في هذا الظرف الاستثنائي للتخفيف من تداعيات وأضرار هطول الأمطار الغزيرة في مختلف مدريات العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة وأكد الدكتور معين عبد الملك تحمل الحكومة وجميع أجهزتها المختصة وقيادة السلطة المحلية مسؤوليتها في مواجهة كارثة الأمطار وتدفق السيول التي تشتاح عدن معربا عن تقديره الكبير لكل الجهود الخيرة المدنية والمجتمعية للإسهام الفاعل في إسناد الحكومة والسلطة المحلية في هذا الظرف الاستثنائي ووجه رئيس الوزراء بتصخير كافة الإمكانات المتاحة للإنقاذ وفتح الطرقات وإعادة الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والتي انقاطعت في بعض الأحياء جراء الأمطار وكذلك فتح قنوات وإيجاد وسائل عاجلة لتصريف مياه الأمطار وطلع رئيس الوزراء من المسؤولين والقيادات المختصة على التحركات العاجلة التي تمت حتى اللحظة والمسارات المتبعة للتعامل مع الأمطار وتدفق السيول جراء المنخفض الجوي والصعوبات القائمة في هذا الجانب وآليات تجاوزها اطمئنا رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك على صحة الإعلامية القديرة أمل بلجون بعد إجرائها عملية جراحية في أحد مشافي العاصمة المصرية القاهرة وطلع رئيس الوزراء في اتصال هاتفي أجراه مع الإعلامية القديرة أمل بلجون على حالتها الصحية وعجه بتقديم كامل الرعاية الطبية اللازمة لها ومتابعة حالتها متمنية لها الشفاء العاجل وشاد رئيس الوزراء بجهود أمل بلجون ومسيرة العطاء الإعلامي الذي قدمته خلال سنوات عملها في إذاعة وقناة عدن حيث كانت من الرعيل الأول الذين أثروا العمل الإذاعي والتلفزيوني من جانبها عبرت الإعلامية أمل بلجون عن شكرها وتقديرها لرئيس الوزراء على هذه اللفتة الإنسانية واهتمامه ومتابعته لحالتها الصحية متمنية له التوفيق في مهامه الوطنية وجه وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح محافظي محافظات عدن وأبيا ولحج وسلطات المحلية في هذه المحافظات النزول الميداني إلى الأماكن التي تضررت من السيول جراء المنخفض الجوي والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في توفير الخدمات المتكاملة للمتضررين وحاصر الأسر والأضرار في الممتلكات الخاصة والعامة كما وجه بسرعة تشكيل اللجان لحصر وتقييم الأضرار وسرعة الرفع بها إلى الحكومة بأقرب وقت ممكن ومتابعة تقييم مستوى الخدمات المتطلبات المقدمة لكافة المتضررين ودعا فتح المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في اليمن التدخل العاجل لإنقاذ السكان في محافظات عدن وأبيا ولحج جراء الكوارث الناتجة في المنازل وممتلكات الخاصة والعامة والشوارع والمزارع جراء الأمطار والسيول وسرعة إرسال فرق الطوارئ وإعداد الخطط الطارئة التي تستخدم في مثل هذه الأوضاع وتوفير المتطلبات الإغاثية والإيوائية والطبية لكافة المتضررين وتنسيق مع السلطات المحلية وكافة الجهات ذات العلاقة وأهب فتح بالمنظمات الإغاثية الخالجية المتواجدة في العاصمة المؤقتة عدن بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات وإرسال الفرق الإغاثية والإنسانية ومد المحتاجين بكافة الاحتياجات الإنسانية طمأن رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربا طمأن الخطوط الملاحية والمتعاملين مع محطة الحاويات التجارة المحليين بشأن استقرار الأوضاع العاملة في محطة عدن للحاويات بالعاصمة المؤقتة عدن التي شهدت أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة بفعل منخفض الجوي وقال أمزربا إن إدارة محطة عدل الحاويات اتخذت كافة التدابير اللازمة لتأمين حاويات البضايع من خلال ربطها ببعضها البعض لتشكل سياجة مقاومة لغزارة الأمطار وشدة الرياح مشيرا إلى تأثر بعض الحاويات الفارغة التي لا يتعدى عددها نحو خمس حاويات فقط وأضف أن إدارة محطة الحاويات شكلت غرفة عمليات مصغرة معنية بإدارة الأزمات برئاسة مدير عام المحطة وطاقم العمليات والأمن والسلامة وأن أوضاع المحطة مستقرة وأمنة على رغم من قوة منخفض الجوية لافتا إلى قيام قيادة وعمال المحطة بجهود كبيرة ساهمت في تأمينها والحفاظ على حاوياته وبضائع التجار والخطوط الملاحية المتعاملة مع المحطة تمركز الميليشيا الحوثية الانقلابية شمال مدرية باقم بمحافظة صعدة تتمركز في شمال محافظة صعدة وقال قائد محور أزال العميد الركن عبد الحكيم فاضل إن وحدات من قوات النخبة في الجيش الوطني نفذت عملية نوعية على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية في آخر المناطق التي تسيطر عليها شمالي باقم أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عشرة من أفراد الميليشيا وجرح آخرين وتكبيدهم خسائر في المعدات والأرواح وضاف أن الجيش الوطني نفذ العملية بغطاء جوي من مقاتلات طيران التحارف العربي ومدفعيته الحربية مشيرا إلى أن العمليات العسكرية النوعية تساهم في ضعاف قدرات الميليشيا وتساهل من عملية التقدم لقوات الجيش الوطني دارت مواجهات هي الأعنف بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية من جهة وبين ميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في جبهة حجر بمحافظة الضالة وضحت مصادر ميدانية بجبهة حجر أن مواجهات هي الأعنف تشهدها الجبهة وتستخدم فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الجيش والمقاومة الجنوبية وبين ميليشيا الحوثي وكانت مقاتلات التحالف العربي قد استهدفت في وقت سابق معدات ثقيلة للحوثيين حيث دمرت منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا في الفاخر ودمرت أيضا عربة علاوة على استهداف تجمعات للمتمردين في مناطق متفرقة في حجر والقحيزة جنوب غرب باجا شمالي الضالع نهاية النشرة ومشاهدين شكرا لكرم متابعتكم اللقاء بحول الله اشتركوا في القناة